احنا في حوار هادف جات لنا رسائل كتير جدا على صفحتنا طبعا ممكن تتابعونا على حوار هادف بالانجليز أو بالعربي سواء كان على الفيسبوك أو على اليوتيوب لكن جات لنا فتح ملف ايه اللي بيدار حاليا في اتحاد المهن الطبية انا عشان اقولكم اتحاد المهن الطبية ده هو مظلة بتجمع اربع نقابات نقابة الاطباء البشريين نقابة الوحديها جدا هي نقابة الاتحاد ده بيجمع الاربع نقابات الاطباء البشريين الاطباء البيطاريين الصيادلة الاطباء الأسنان الاتحاد ده كله يعني يشوبه الان حاجات كتيرة جدا على السوشال ميديا ويعني الشباب الاطباء البشريين والبيطاريين والصيادلة يعني صراحة ملفات عملين يطرحوها وفساد مالي معرفش مدير مالي بياخد كام يعني فيه حاجات كتير وملفات الملف ده انا بقعدكم زي ما وعدنا الناس على الصفحة اللي احنا هنفتحه وحنتبع القضايا اللي فيه وحيكون ملف كبير ملف اتحاد المهن الطبية والحق مكفول الرد للجميع برضو من ضمن الرسائل اللي جات لنا ولازم ننوع عنها نقيب الاطباء البيطاريين العام دكتور خالس سليم رجل مهذب ومحترم كان موجود في البحيرة وللأسف ما سلمش المقر بتاع المركز العلمي في البحيرة للنقابة الفرعية مين الصح؟ مين الغلط؟ ما نعرفش احنا في الآخر عاوزين المصلحة العامة اطباء بيطاريين البحيرة غاضبون وعاوزين المركز العلمي يستخدموا بقى نقابة يستخدموا دورات يعني يعملوا فيه الانشطة المصلحة العامة مصلحة الاطباء البيطاريين في فتح المركز العلمي مش اغلاقه يعني فاتمنى ان الموضوع يخلص بشكل سريع والموضوع مش اخصانة امور الموضوع مصلحة عامة النقابة عمل تطوعي وخدمي لكل الزملاء ونروح كمان لخبر كتير برضو ناشده في نائب وزير الزراعة بيقول له انت فيه؟ اين انت يا نائب وزير الزراعة تقريبا لقطاع البطري؟ مش عارف مش راضي يستجيب من يتكلموا يهاتوا ويصرخوا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك ومطالباته ومناشدات وهو مش عارف يعني حق الرد مكفول لحضرتك تقول لنا فين تفعيل دور الطبيب البطري تقول لنا فين سد العجز من التعين اللي عندك فين الوقاية والرعاية والترسليات يعني عاوزين رد من حضرتك بدل ما انت عامل ان قضية البطري هما زي عمال الصحة والبيئة للتطهير وغيرها فمناشدة وكانت محتى من الدكتور علي سعد على الفيس قدامكم زهرة علي نائب وزير الزراعة اخر حاجة احنا هنا في حوار هادف بندعم حمل الصحتك في غذائك اللي بيقودها الاعلامي والصحفي الاستاذ الصبح الحفناوي بيقولك احمي نفسك واهلك وبلدك والحملة دي هي لمواجهة غش الأدوية البيطارية والأعلى في كل محافظات مصر وشعرها دواء سليم غذاء آمن كل تحياتنا وتقديرنا لي وايضا كلنا دعم لهذه الحملة التي بدأت تؤتي ثمارها لأجهزة الرقابية مع وزارة الداخلية مع وزارة الزراعة شغالة جامد جدا صراحة في التفتيش والرقابة الجامدة الايام اللي فاتت ونتمنى ايضا مزيد من القضايا دي لان هو ده الاساس وكان ملف كبير جدا من الفساد الفترة السابقة احنا وصلنا هنا لنهاية أخبارنا عزيزينا المشاهدين دايما بتتواصلوا معنا زي ما قلنا لكم على حوار هادف وموضوع حلقتنا النهاردة الدعاية الطبية قضايا ومشاكل المندوب والعاملين فيها وايضا المطالبة والمناشدات الى حلول نصل اليها مع ضيوف اعزاء لكن هنخرج فاصل سريع وخلوكم معنا استنونا سواء كنت خريك علوم او بطري او سيطرة او اسنان هتروح انترفيو ويقبلوك في شركة ادوية هتلبس البدلة وتشيل الشنطة فيها البروشور والعينات بعد تدريب اللاين من المنتجات والاصناف وتلفع المستشفيات والعيادات او من دكتور لدكتور وتجري وراء التارجد والبيع بس احنا بنقولك خد بالك خد بالك من العمر اللي بيجري وحقوقك المهدرة ولما يدخل عنك هتبدأ من اول وجديد ودي لعبة انت محترف وليك عمر في الاحتراف حتى لو انت بطل الكورسات والدورات وعارف ان كل العاملين فيها عاوزين نقابة شمالهم كلهم حوار هادف مع محمد الغزالي هننقش المشاكل وانطالب بحقوقك وعودنا ليكم من جديد مشاهدين الكرام وحوار هادف مع دكتور محمد الغزالي ونهاردة زي ما نوهنا وزي ما شفتوا في الموشن جرافيك اللي عادة سريع ليكم هنتكلم عن قطاع كبير جدا من العاملين فيه وهو قطاع المبيعات الدعاية الطبية قطاع واسع وكبير جدا وبيشتغلوا كثير من الوظائف ليس الدعاية الطبية عشان احنا النهاردة اسكوبة هيتحط على الدعاية الطبية اللي هو موضوع ومحور حلقتنا لكن الموضوع كبير لكثير من العاملين في موضوع المبيعات وموضوع الدعاية في موضوع غزائية في حاجات كتير جدا لكن حلقتنا النهاردة هتنوه عن قطاع الشوية الطبي والتسويق الطبي العاملين في الدعاية الطبية ويسعدني ويشرفني يكون معي في الاستوديو النهاردة الدكتور إسلام أيوب وهو الخبير في تدريب العاملين بشركات الأدوية أهلا وسهلا بكتور إسلام وأيضا يسعدني يكون معي أيضا ويشرفني الدكتور عبد الرحمن محمد باز وهو المدير التسويق الطبي في إحدى شركات الأدوية الكبيرة وأيضا مؤسس موقع ريبسولوجي اللي عارفينه كثير جدا من مناديب الدعاية والعملين فيها أهلا بك يا دكتور عبد الرحمن ندخل في محاور حلقتنا طبعا تقدروا كمان نعاوزين تفاعلكم وتواصلكم معنا على التليفونات اللي ظهرها على الشاشة وموضوع حلقتنا قضايا العاملين في الدعاية الطبية وشركات الأدوية عشان يكون في تفاعل معكم لكن هروح على طول الدكتور إسلام وأقوله نبدأ بتعريف مندوب الدعاية الطبية ده بيعمل إيه وإيه الدعاية الطبية ومن 1990 نرجع لحد دلوقتي وأنت خبير في ذلك الفترة بتاعت التسعنات دي تقدر تقول عليها أنها كانت زمن الدعاية الجميل العز العز شرط بسيط خالص إن هو يبقى المندوب ده الشاطر في الميديكال أو الشاطر في المعلومات الطبية نعم مع الوقت والتطور والبزنس والعولمة بدأت الشركات تزيد ما بقاش بس مالت ناشنال لا ده بقى في مالت ناشنال في شركات القطاع العام في شركات استثماري الشركات بدأ الأفراد يعملوا شركات نعم بدأ بعد كده حاجة البزنس الجديد اللي بدأ يكبر اللي هو الاوت سورسنج أو اللي هو بيسموه التعهيد يعني شركة بتدي منتجات الشركة تانية تعمل لها عليها الدعاية نعم زي ما الشركات كدرت المندوبية كدرت احنا نتكلم دلوقتي مثلا في 200-300 شركة موجودين مم دلوقتي بزنس حوالي 40 مليار جنيه سنويا ضخم طبعا ضخم نعم لما الحاجة بتكتر بيبدأ التنفس يزيد تبدأ المشاكل تزيد نعم المندوب هو كل وظيفته إن هو وسيط بين الشركة وبين الطبيب بياخد معلومات عن الدواء بتاعه عن الأدوية بتاعته بيروح يعرضها للطبيب بيقدم له الأبحاث الجديدة بيقدم له المعلومات اللي لسه طلعها بيبدأ بعد كده يتابع شغله بحيث إن الدكتور ده يكتب الدواء ده تبدأ العجلة تمشي الدواء يتكتب الدواء يطلع المصنع يشتغل نشيء الأدوية تطلع وتفضل الدائرة ماشي وكله عايش تمام إذا بس عزيزي نوضح برضو إن نروح للدكتور عبد الرحمن إن المندوب هو العمود الفقري في الشركة بزرق يعني المندوب هو العمود الفقري لإن دي مش هتبقى دعاية عادية ده لازم دعاية طبية يروح للدكتور نفسه نسألك بقى عن حضرتك بقى كفرق بين التسويق والدعاية والبيع عشان المشاهد الكريم يبقى سامعنا دلوقتي يفهم يعني إيه المعاني دي وكلمنا عن الربسولوجي بقى تمام يعني في البداية أنا بشكر حاجة دكتور محمد على الاستضافة دية وتحت الفرصة إن احنا نتكلم عن مهنة الدعاية الطبية بتمتهنها يعني الألاف سواء جوة مصر أو برا مصر تشرفتها ربنا خليك يمكن دي فرصة قوية جدا لإننا احنا نتكلم عن المهنة دي تاني حاجة سريعا حابب أن أوه برضو إنه الأراء والوجهات النظر أنا أعرضها النهاردة وأتكلم عنها هي تمثلني وتمثل ريبسولوجي المنصة الخاصة بإدعاية طبية ولا تمثل أي كان آخر يعني زي ما شرح دكتور إسلام المندوب هو الوسيط ما بين الطبيب وما بين شركة الأدوية فهنا في مصطلحات يمكن عشان الجمهور يفرق ما بين الثلاث مصطلحات دول اللي حضرتك قلتهم إن فيه تسويق وفيه دعاية وفيه بيع خلينا أقول إنه الدعاية إنه المندوب بيروح للدكتور بيشرح له كل ما يتعلق بالمنتج نفسه وما يتعلق بالأعراض الجانبية للمنتج وهكذا فهو بياخد المعلومات من شركة الأدوية ويروح للطبيب عشان يشرح له أو الصيدالي أو غيره من العمر إذن دوره رئيسي دوره رئيسي ومحوري فيه ناس كتير بتشوفه في العيادة وشير الشنطة فيقولك لا مشان ما ينفعش يطلع الدواء ضغطي يتعامل في التلفزيون برافا عشان يوصل للدكتور أو الدكتورية لازم يشرح له حد بالضبط إذن مهنة مهمة بالضبط هي مهنة مهمة واللي بيمتهينها برضو لازم يكون عنده خلفية علمية خريج صيدلة خريج طب بطري خريج طب أسنان خريج طب خريج علوم فمهم أنه يكون عنده خلفية علمية نعم خريج برضو أفرق ما بين التسويق وما بين هنا البيع التسويق هو اللي بيضع الخطة التسويقية للدعاية علشان يروح للأنهي طبيب في أنهي مكان يكلموا إزاي عن المنتج وهكذا يدي له المسيج للرسائل يدي له الرسائل اللي بيعملوا يقوله اللي هو شغلة حضرتك كمدير تسويق فهو ده اللي بيحط الخطة التسويقية علشان يعرف تيم الدعاية أنه إزاي يكلم الطبيب أو العميل البيع بعد ما قفلنا السايكل كده أو دايرة البيع خلاص فاضل بقى زميلنا مندوب البيع أنه يروح ياخد من الصيدلية أوردر علشان ينفذها عن طريق شركة التوزيع أو شركته فهي سايكل كاملة ما بين تسويق وفريق التسويق والدعاية وفريق الدعاية والبيع وفريق البيع طيب أنا قبل ما أروح الدكتور الإسلام موقع ريبسولوجي بقى الفكرة جاءت إزاي؟ المؤسسون الأعضاء وأنتم الآن يعني منبر كبير جدا على السوشال ميديا يعني الفضاء ويعني لكثير من المناديب والعملين في الدعاية الطبية حقيقة الفكرة ريبسولوجي هي قريدي موجودة من خمس سنين فكرة ريبسولوجي بمنتهى البساطة كده رؤيتنا وهدفنا أنه تطوير مهنة الدعاية الطبية لشكل أفضل خلينا أختصر برضو التطوير ده بشكل إيه عشان ما يكونش كنام نظري ممكن أختصر ليه نقطتين النقطة الأولانية وده اللي يمكن معظم الناس شايفينه دلوقتي فيه منصة ريبسولوجي اللي هي قريدي موجودة على الفيسبوك وموجودة لها موقع على الإنترنت اسمه ريبسولوجي الحقيقة أنه هي منصة يظهر على الشاشة دلوقتي؟ تمام الحقيقة أنه هي منصة سبيكاب أو أنه تسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات من الشركات الأدوية والعملين في شركات الأدوية فدي جزئية وجزئية مهمة جداً بتقدمها ريبسولوجي الحقيقة الجزئية التانية ودي الأساس برضو بالنسبة لنا واحد شغالية عليها هو التدريب نحن بنساعد وبنساهم بشكل كبير جداً في تدريب أبناء المهنة من أول المندوب لغاية مدير الشركة الحقيقة برضو يمكن من حوالي أقل من شهر كنا بنضرب تقريباً 110 مدير بالتعاون مع إحدى الشركات الأدوية الكبرى موجودة في مصر وليها فروع بره مصر دربنا 110 مدير من مختلف الشركات يمكن 110 مدير كل واحد تحته أو تحت مسؤوليته أفريج أو متوسط خمس مندوبين فهو أثر التدريب دوت هيوصل تأثيره لـ 550 مندوب عشان التأثير يكون بشكل إيجابي فهو ده الكور اللي احنا بنحاول نوصله من خلال منصة ريبسولوج لا منصة ريبسولوج يعني أعزنا المشاهدين اللي ما يعرفشهم اللي عاملين في الدعاية الطبيعة عارفين الكلام ده منصة عاطت فرصة كبيرة جدا عاوز تتعلم ادخل على طول أولاين عندهم مجاني مفتوحة الدنيا تتعلم وتعرف كل حاجة أروح للدكتور إسلام نخش بقى على طول بقى مشاكل المندوب والعامل بقى في المهنة دي أنت شايف مشاكلها إيه؟ هو أنا عايز أتكلم بس على مشاكل المندوب مع مستقبله بعض الشركات يعني لو قلتنا زي ما قلنا أسلنا الشركات لمالتناشنال وشركات قطاع عام وشركات استثمارية لغاية كده الدنيا جميلة لا المندوب متأمن عليه مندوب متأمن عليه تأمين صحي بعض الشركات المالتناشنال بتعمل عليه تأمين على الحياة أنت عارف أن المندوب ده أكتر واحد بيسافر طول النهار على السكة وطول النهار راكب مواصلات أو حتى راكب عربيته نيجي بقى بعض الشركات هي شركات الأفراد وبعض الاستثماري إلى حد ما وشركات اللي هي الأول سورسنج أو التعهيد دي بيبقى فيه نوع من التحايل على المندوب شوية التحايل بقى في العقود بمعنى ما بيعملوش عقد هنمسك حتى حتى عقد وتأمينات وضرائب وكل حاجة هناخد بس المداخلة الهاتفية دي معنا دكتور أحمد دكتور أحمد أنت على الهوام بشرة في حوار هادف أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك دكتور أحمد وأنت الآن على الهوام بشرة في حوار هادف وبينناشط بنقابل العاملين في الدعاة التبية وبينقول المشاكل بتاعتهم عاوز تقول حاجة؟ فاندم طبعا المشاكل كثيرة جدا وأنا أتكلم في نقطة وحيدة فضل فضل عدم موجود أي حقوق لمعظم الموظفين آه الموجودين بشركات الأدواء حقيقي آه احنا في حالات كتيرة أكلم حضرتك عن حالتين سريعا آه الحالة الأولى هي شركة من الشركات اللي تستند على مجموعة قوية من السلاسل وأكيد كل المهتمين بالمجال عارفين من الشركة وعارفين من السلسلة حوالي ثلاث شهور حتى الآن ما فيش قض والحالة معروفة لكل المهتمين نعم ولا فيه حد بيتكلم ولا أعطوا الرواتب أف بعضها في أيام كورونا ودلوقتي للأسف ما فيش رواتب ما فيش سلاري آه تأخير على الأقل شهرين وبعض الناس ثلاث شهور في حالة تانية وكثير من الشركات مش حالة واحدة نعم لا ما فيش تأمينات ولا فيه ضرائب والعملين حق البلد حتى حق البلد اللي هي الضرائب مش عايزين يدفعوها أي حقيقي آه كثرت دلوقتي بيتفاجئوا نعم في حالة فصل لسبب وجيه أو غير وجيه ده الفصل التعسوفي ده بقى موال كبير هيكون فيه ضيوفنا العزاء يعني حيقولونا بقى حقوق البلد حتى الآن ما تفعش وسنين وموجودة في أماكن معروفة في مصر بحالة وحضرتك مزعنة والدكتور غزالي يعني تعرف كل المعلومات دي إلا أن يكون أكثرها آه والله نعرف ومعنا ورق ومستندات كمان طبعا يعني فياليا حضرتك أنا شايف فيه دكتور موقع ريفسولوجي دكتور عبد الرحمن منورنا ومشرفنا ومؤسس موقع ريفسولوجي ويعني والداعم لكل العاملين في الدعاءة الطبية لو المسؤولين أو المهتمين سواء كان مكتب عامل أو فوق عاملة خدوا بس الموقع والشكاوى اللي عليها ودرسوها يا سلام عليك تكفي سنة أو اتنين والله فقط دكتور أحمد دكتور أحمد أنا بحييك بجد أنت لخص اللي أنا كنت عاوز أقوله كله يمكن على الحلقة لأنا كنت لسي هقوله بدون اسم لو سمحت بدون اسم لو سمحت رسائل كثيرة وعديدة بجيلك يا سلام لو جبنا الرسائل دي كلها بس وودناها لوزيرة العمل بس دي كفاية بس يعني يعني احنا بنشد بيها هو من دلوقتي وكلهم ده كترة يعني علوم وصيدالة وبطري وأسنان وحتى إخواننا في الزراعة وتجارة يعني يعني كلها ناس يعني شهادات عليا وغير اللي مع الماجستير والدكتوراه ومعاه 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 يعني حاجات كتير فعلا أخيرا أنا عايز حاجة واحدة بس فضلا من كل المهتمين إزاي نعرف الموظف يشتكي بس طيب احنا تعلمنا في حاجات أو شركات ملت ناشنال أو متعدد الجنسية إن المحفوظ حق اللي بيشتكي وكمان السرية نعم إنما دلوقتي في حاجات يقولك طب لازم تروح المكتب العمل التابع له الشركة اللي ممكن نبقاش عارف الشركة مؤسسة في أهل وموقع المصنع في 6 أكتوبر وهي موجودة في التجمع طب أنا لازم أسهل وأحافظ على الموظف لأن ده مش موظف دي أسر وأطفال لها احتياجات وفي النهاية مشاكل اجتماعية بتبقى فوشي مين فوشي الحكومة وفحشي الدول مش أكتب من كثير دكتور أحمد وصلت رسالتك وأنا أعلم أنك أنت كمان عندك قضية أمام المحكمة العملية أنا أتمنى لك التوفيق فيها القضاء هو الأمر نافذ من قدرش نتكلم فيه لكن لو كل واحد لجأ للقضاء يا جماعة ما هي مش مشكلة عشان كلا إحنا موجودين النهاردة وبنتكلم في الموضوع ده شكرا دكتور أحمد فشاوي جزيرا على مكلمتك الهاتفية ونعود مرة أخرى لضيوفنا دكتور إسلام كنت بتكمل حضرات كلامك أممتكلم أن فيه بعض الشركات ما بتعملش عقد للمندوب والمندوب يعني هو و هو لسه صغير ما بيخدش باله وقولك عامل أشغاله بقى وضم فيش مشكلة ولو عامل عقد يعمله من نسخة واحدة أو يكتب له فيه جوه تدريب بيكتب له حاجات تانية ومش عايز أقولك إن هو فيه ناس قعدت عشر سنين ما كتبتش عقده في الأخرة اكتشفت إن العقد بتاعها ماضي السكرتير عادي جدا عادي للأسف يعني مش عارفت تلاعب ده أنا مش فاهمه بصراحة أنا مش فاهمه يعني أنت يخد زي ما بتاخد حقك ادي المندوب حقه وبعدين بعض الشركات أنا يعني من خبرتي بقى 30 سنة في التجولاني دي بتصرف كتير قوي يجي على التأمين بتاع المندوب تقيل مش قادر رحلات وصائكل 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 بتاع مش عارفة إيه طب يعني هما ده غير كده كمان انت عارف يعني بعض الشركات بيخش بيمضيه على استمارة 6 قبل ما يمضيه على استمارة 2 قبل ما يخش التأمينه يكون ماضيه على استقالة طب انت انت ليه بتعمل كده مش ما تعمله عقد عمله 3 شهور اختبار نفع أنا وسهلا منكمل معاه منعمله تأميناته منعمله تأمين صحي له منعمل ملاش نأمن عليه تأمين على الحياة تقيل عليه معان ولوان دلوقتي فيه حاجات سهلة جدا ان انت تعملها يعني حاجة زي شهادة أمان انت لما تجيب له شهادة بألف جنيه مشي وانت هو هو نفسه هيبقى بيشتغل وهو عارف ان الشركة دي قلبها عليه مش بتستغله بحقيق 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 بعض الشركات برضو بتشترط انها لازم تمضي وصلة أمانة عشان تفضل خانقاك دي بعض الشركات اوان الشركات البيطارية او بعض الشركات اللي بيبقى مع عهدى وتحصيل او كده بتيجي طبعا المشكلة في في لحظة بيقولك شكرا طب شكرا ماشي اوكي هل يعني احنا ممكن نعمل عقد سنة بعد السنة شكرا مفيش مشكلة دي نحاقي القانون العامل بيقول شهر عن كل سنة ماشي فيش حاجة دي المشكلة مش في سنة و سنتين اللي بيقعد أكتر من خمس سنين وما بياخدش حق بيقعد أكتر من خمس سنين وما بياخدش حق بالضبط بيقعد خمسة وستة تخيل واحد مثلا قعد عشر سنين مش كاتب عقد مش متأمن عليه تمام العشر سنين دول وقعوا من مدته التأمينية صح فبالنظام حتى النظام الجديد بتاع التأمينات الجديد ده انت لانت عارف تكامل مدتك في نظام التأمينات الجديد ناخد المكالمة دي ناخد المكالمة الهاتفية دي مين معنا دكتورة رانيا انت معنا على هوا مباشرة في حوار هادف ايوة دكتور محمد انا متشرفة بيك وانا فرحلة ان حضرتك مهتم جدا بالقضية دي لان احنا ناس بتشتغل في شركات لها اسمها وعايز اقولك انا شغالة في شركة مشهورة جدا وعندها سلسل السيدليات كتيرة جدا وبالرغم من كده احنا مش وغدين حقنا وبنتعنف كتير جدا 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 في ضغط علينا بشكل غير طبيعي احنا مناخدش حتى الاكسابيكسات بتاعتنا حتى لما المرتب بينزل ما بناخدش حقنا بالكامل بنيجي نتكلم بيقولولنا دل عندنا بنقعد بالتسعين يوم اه بنصرف احنا طبعا حضرتك عارف الشغل عامل ازاي احنا بنصرف بانزين وبنصرف كل حاجة مفيش حتى اي حاجة بندخل بيها للدكتور بتساعدنا على ان احنا معرفوا بالدواء بنطلب الحاجات دي بيعنفونا لما بنطلبها وبيرموا كل الفشل على عاطقنا احنا نعم وفيه مناطق كتير جدا المفروض بيشتغل فيها وبيغطيها سبع مناديب بيغطيها اتنين بس وتلاتة بس والمفروض ان احنا اللي نغطي الشغل كله دكتورة رانيا المشاكل اللي بتقوليها هي موحدة عند كل العاملين ولكن انت بتنجد بايه يعني انت دلوقتي بتنجد مين وعاوز ايه وانت على هون بوشرة الان انا بناشد ان حد يفكر في العاملين يفكر في العمالة المؤقتة يفكر في التأمينات يتملنا حقنا احنا لو مشينا دلوقتي حيقولونا لو عايزين تمشوا حتقبضوا الشهر ده واحنا متأخر علينا بالتلات اربع شهور فاحنا عايزين حد بجد يدخل في الموضوع ده ده كترة يا جبعة ده كترة تخرجوا من سيدلة واسنان وبطري وحتى فيه بشرية بيشتغلوا برض طايم يعني وعلوم يعني مولاي مأساة وحاجة تحزن يعني صراحة انا بناشد رئيس مجرس الوزراء بيعني الرعاية ليهم وتجديد التفتيش والرقابة على الشركات دي لا واحنا نروح لمن يا دكتور محمد احنا مش لقين حد نروح له احنا عايزين الاسم نروح له عايزين حد يهتقن عايزين رقابة على الشركات الشركات حد من حد مش كل ما دكتور او دكتور يتكلم في حقه ولي لي يقولوننا اغبطوا دمكوا في الحيطة همسيكوا الشهر الجاي طيب انا شاكر جدا لمداخلاتك الهاتفية ومعانا ان شاء الله ضيوفنا هوت وموجودين برضو هنناقش وكملي معانا الحلقة شكرا دكتورة رانيا على اتصالك دكتور عبد الرحمن الفصل التعسوفي ويلا مش بقلكمش حاجة ويلاقي نفسه يتخبط في استعربية وا 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 والناس شايفة بره العربية والدكتور راح والدكتور جاه يعني هو الحقيقة مشاكل بقى بتجيبهم كتير في ريبسولوجي هو ده سؤالي اللي كان بس هو جي من الشباب اللي اتصلوا المشاكل اللي بتجيلك في ريبسولوجي الحقيقة انه زي ما حالك قلت كده لدكتور رانيا انه المشاكل دي يعني شائعة ما بين معظم الناس معظم الرسائل اللي بتيجي بعد ما احنا نفلتر الرسائل دي ونشيل المخالف منها وغير وحنا عندنا يعني قوانين لنشر الرسائل دي يعني مش كل حاجة بتتنشر رغم ذلك فعلا معظم الرسائل اللي بتيجي بتدور حوالين المشاكل دي انا عايز اقول انه اللي قاله بالضبط انا عايز اقول اللي قاله دكتور احمد في الاول الشركة اللي هي صاحبة سلسلة السيدات الشهيرة وغيرها عايز اقولك انه بيتم نشر الرسائل عنها من زمان وما فيش اي استجابة عايز اقولك يعني في شركات ممكن يتم نشر الرسائل عنها ومشاكلها وبتستجيب يعني انتو بيجيلكم شركات فعلا بيجيلكم كده على ريبسولوجي ويرد يا دكتور عبد الرحمن او المسؤولين فين عايزين نرد عليهم كرد على اه طبعا حق الرد مكفول بل بالعكس ده حصل كيس كتير او حلق كتير تواصله مع تيم ريبسولوجي وانا انا بنفسي رحت لبعض من الشركات دي طلبوا مجهود جميل طلبوا اه طبعا طلبوا مني انا شخصيا الحضور علشان اقف عند الكيس هو المشكلة عند المندوب نفسه ولا عند الشركة فيه شركات كتير بتستجيب عايز اقولك فعلا شركات كبيرة جدا اول ما خدت قرار مثلا ممكن يضر المندوبين اول ما نزل رسائل على ريبسولوجي مدير الشركة وهي شركة من الطوب تين في الايمي اس لقيته بيتواصل معي خد الرقم وتواصل معي لغاية المحل المشكلة وتراجع عن المشكلة ده بشكل اثيكل وبشكل محترم فيه شركات تانية يمكن تقريبا من حوالي خمس ست شهور اتصلوا بالناس الموظفين زي ما الدكتور اسلام شرح كده زي ما سمعنا اتصلوا بالموظفين وهم في الارية او في المنطقة وهم شغالين فيها مساء الخير انتم بكرة الصبح مش معنا روحوا على المكتب روح على المكتب الحقيقة احنا الباب نسمع مشاكل زي دي ممكن يكون احنا بنحط 50% 50% صح 50% غلط بننفستيجيت او بنحقق في المشكلة ده غاية ما بنلاقي فعلا ده حقيقة عايز اقولك بعد اما كان الشركة ديت الكلام ده في فترة كورونا في قولمص تقريبا شهر 4 وشهر 5 اتصلوا بتقريبا 100 موظف وقالوا لهم انتم مش معنا ايو انا عارف شركة كبيرة وشركة كبيرة عايز ان اقول يا جماعة شركة كبيرة شركة كبيرة جدا تستثمر في الخليج روح عليك اول ما عملنا انفستيجيشن بالموضة شركة افراد لا دي شركة كبيرة يا دكتور اه انت زعلان بقنا شركة كبيرة انا بضرب لك مثال في ايه الشركة الاولانية الكبيرة لكاية من التوبتن تواصل معايا مدير الشركة او الماناجين ديركتور بتاعها لقض المنتدب وحلينا المشكلة وتراجعوا عن قرارهم اه انما الشركة دي حلت المشكلة زي بعد ما تواصلوا مع تقريبا 100 فرد منها قالهم انتوا برا اول ما الناس اللي هم الموظفين في الشركة تواصلوا مع ريبسولوجي ونشرنا شكوتهم عارف سولوجي لانه هم ده الملاذ الأخير ليه ملاذ الأخير مولا فيه نقابة ويروحوا مكتب العام بتحول لقضية والقضية كتير فبعد ما نشرنا الرسائل دي عايز اقولك انهم تراجعوا بمنتهى السزاجة قالوا لا احنا ما كناش قصدنا كده شركة كبيرة ما كناش قصدنا كده وتراجعوا عن الفصل التعسف اللي هو بيعاني منه معظم الناس نتيجة اللي قاله برضو دكتور اسلام انه ناس بتروح الشركة والمفروض انها بتمضي على عقد وهمي يعني بيمضي والمفروض انه هو ياخد نسخة من العقد ده ما بيحصلش ويكتشف بعد 5-6-10 سنين انه مش موجود في الشركة ياخد برنت من التأمين ما يلاقيش انه أصلا مؤمن عليه ده بتصدم ويطلع برا ده نتيجة لإيه نتيجة لانه ما فيش رقابة على الشركات ولا فيه كيان يضمن حقوق وواجبات ما هو فيه حقوق وواجبات حقوق الموظفين وحقوق الشركة وواجبات الموظفين وواجبات الشركة تمام الدكتور الإسلام يكمل بقى موضوع التأمينات ده موضوع التأمينات بالذات القانون الجديد وموضوع الضرائب اللي حتى بيأكلوا حق البلد بيروح يديله المورات يعمل له عقد سيء مثلا بألف ويديله ألفين جنيه يعملها له بدلاته المشكلة كانت في التأمينات انه هو القانون الجديد بقى فيه حاجتين حد أدنى فلوس بتندفع ومد وبرضو إن كان هي الصغة التنفيذية لسه ما نزلتش فالناس كتير اللي هو بقى له خمسة عشرين تلاتين سنة مش عارف حتى ياخد المعاش المبكر لأن الفلوس اللي دفعها مع المدة مش جايبة ما تحققش الجدول اللي هو المطلوب بالزبط عشان هي حقق الجدول طيب انت لما بتأمن عليه لو فرضنا انك انت يعني هتعمل واجب وتأمن عليه بتأمن عليه بكيام بربو من جنيه بلتمي جنيه لا ما بيحط له رتب قليل عشان أدد اهو عريكسا انت ضيعته ومسطف ورقه بيحط مرتب قليل جدا عشان لما يأمن عليه يأمن عليه بقيمة بعيفة جدا فتيجي في الآخر مفيش طب انت ظلمته في الأول وفي الآخر ما هو اشتغل معاك وكسبك اديله حقه كان مرتبه قد كده بدل الانتقال ده ما تديله وبرضه انا برضه مش قادرة في قامها كان سعاد بفهم من صاحب الشركة او الشركة مجلس الإدارة بيقول لك اصطف هو بيقعد معايا وين تلاتة ويمشي فانا خسران ماشي ما انت تسأل نفسك برضه السؤال لو بيقعد معايا شهر واتنين ويمشي ليه الاستقرار الوظيفي الاستقرار الوظيفي الذي لا يوجد في هذه المهنة للأسف حاليا بالضبط الراجل انت بتديله رقم بيجيبه وشغال معاك بما يرضي الله ليه ما ياخدش حقه السؤال انا مش قادر يعني افهم هي ايه الصعوبة في جدا خصوصا زي ما بقولك اكتر يعني الشركات بتصرف كتير ما هيجي بقى على على تفتمائة ربعمائة جنيه بقع الهلبان دا وانقول لا مش مش فاهمها بصراحة اه الدرائب يعني انا اعرف شركات دلوقتي بتدي الفلوس الموظفين على كذا حساب عشان ما يتفش درائب البلد انا اعرف ذلك احنا بساعات ما نوصل لان المندوب بياخد مرتبه بضاعة تحصيل انزل بيع البضاعة واخد مرتبك ودي الشركات اللي هي يعني زي ما حالك قلت يا دكتور اسامة انه انواع الشركات كتير احنا عندنا ملت الناشرة ولوكال وغير يعني يمكن الشركات المشجلة واللي ظهرة على طب نوضح الشركات ايه برض يعني حتى الشركات الملت الناشرة الاجنبية متعدد الجنسيات والشركات المحلية ولها كل احترام بعض الشركات الوطنية اللي لها مصانع وتحترم قانون العمل وبعض الشركات الوطنية الاخرى اللي ملهاش مصانع واوة سورس وبعض الشركات الاسف البرس اللي اللي كثروا اللي هم دلوقتي اللي عملوا شروا كله يعني سريعا للمشاهدين انه فيه شركات ملت الناشرة او شركات متعدد الجنسيات هي موجودة ليها مقر فيه الدولة الام اللي تعمل فيها الشركة وبتنتشر فيه معظم دول العالم فيه شركات اللوكال او المحلي اللي هي موجودة في مصر وممكن كمان أحيانا بتنتشر بقى من تطلع من برى مصر وتنتشر برى من جوة مصر وتنتشر برى مصر فدي ممكن نسميها شركات انترنشنال الحقيقة اللي أنا عايزي برضو نقوا عنه على الشركات اللي هي لو جاز التعبير نسميها بيرسلم الشركات المسجلة أو الشركات المعلن أرقامها موجودة في شركة اسمها IMSD ممكن توصل لتقريباً 890 أو 900 شركة يعني يعني رقم دي الـ IBS اللي مسجلين فيها مسجلين بزبط نبيعات بتاعتهم وأرقامهم كل سنة وعن طريق بعملوا استراتيجي بالزبط كل بتظهر في الشركة دي في شركات ممكن يوصل للضعف وأكتر ودم مش مسجل مفيش كيان يقدر يريكورد عدد الشركات اللي هي بيرسلم دي اللي بيجي منها عايزي أقولك معظم المشاكل ليه لأنه أنا يعني أنا شركات الكبيرة اللوكال أو الملتناشنال أنا علي رقابة من كل الجهات المعنية اللي في الدولة فبالتالي أنا بخاف إنه لو أنا معملتش عقد هيجيلي حد من الضرائب أو 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 إنما في شركات اللي هي الـ IBS اللي اللي معظم المشاكل اللي بيجي لنا من الشركات اللي زي ديت غير مؤمن عليهم عايزي أقولك إنه ممكن قبطوا إنه ما بيدفعش فعلاً إن الضرائب وبيتحيل على القانون فإحنا فعلاً بناشد الجهات المعنية إنه هم يرقبوا على الشركات الأدوية اللي هي صغيرة مراقبة للشركات الصغيرة والأفضل مراقبتها من حيث التأمين من حيث الدرايب حقيقي لو تم المراقبة بشكل جيد على الشركات دي يعني هلقوا إنه هم يعملوا مشاكل لموظفاتها يا الجهات الرقابية المسؤولة اللي إحنا بناشدها النهاردة عندكم ريبسولوجي عندهم المشاكل كلها وعندهم الأوراق والمساندات روحوا لهم عشان تاخدوا كل الحاجات دي واتحققوا فيها فوراً معي دكتور أحمد مداخل هاتفية تفضل دكتور أحمد أنت على هواب وشرفي حوار هاتف أهلاً أهلاً وسهلاً سلام عليكم دكتور محمد أهلاً وسهلاً يا فندم أهلاً وسهلاً الله يخليك أنا الأوراق دمسي عليك وعلى ضيوفك ويمكن الظروف يستنحب أن أنا أكون شايف في الفيسور لكن أنا أتكلمك بمثالي أه كده عرفناك دكتور أحمد سعيد وهو مدير في إحدى الشركات الأدوية أهلاً وسهلاً بيك وأنت قامة كبيرة يعني وعندك حاجات كتير عاوز تقولها تفضل الله يخليك فأنا سيما بقولك أنا أتكلمك فما كانش بسعادنا الحاصل لأن أنا أشوف أنت تتكلموا فأنا تفضل من المشكلة دلوقتي لكن خلينا نبدأها من الأول أن أي حضر من الزمنة وهو المشكلة في أحد الشركات الأدوية أول مشكلة بتقابلوا حتى لهو مش واخد كانوا منها وللأسف الكل بيقبل بيها علشان جروس السوق الموجودة دلوقتي ومن رغم أن المشكلة دي قايمة دعنا فترة طويلة نعم كل الزمنة لما بيخش أي شركة من الشركات بيبقى صاحب العمل حريص أنه هو الزمين يؤذي معاه عقد وأحياناً العقد بيبقى فيه بعض الشروط الجزائية اللي من حق صاحب العمل محدش يقدر ينكرها لأن أكيد أي حد ينكر في الأول بيبقى لو خس على صاحب العمل وعلى الشركة سواء في التجريب أو في الإقامة اللي هنوطره له أثناء فترة التجريب والفلوط اللي هو بيطرق عليه في الفاترة دي لكن هو بيطرق عليه في الشروط الموجودة في عقد العمل لكن هل الزملات كلهم يحصلوا على نسخة من العقد ده لا بيطرق بيحصلش بمزة تكاكب كيدي 99% تمام كده وأنك مش متفقين معاك الكلام ده لا لا بصدق معاك وضيوفنا هنا بيعني معاك متفقين في ذلك طيب البوينت الأولانية أنه هو ما حصلش على نسخة دي العقد نقطة ثانية زي ما صاحب العمل من حقه يضمن حقه ويحط شروطه طيب ايه ايه الشروط اللي ممكن تبقى موجودة في صغرة العقد يضمن تقوق الضغطة ده موضوع لوحده ومحتاجا هو التحرق وإن احنا آآ نفكر فيه ونقول ايه اللي ممكن يتحط لكن السؤال هل ده هيتم وضعه في شروط العقود من طرف كل واحد مينة لوحده لما يخش شركة من الشركات ولا لازم يبقى فيه قانون ملزم لألحاب العمل قانون يقولنا انه لازم يبقى فيه قانون يلزم يلزم في العمل زي ما بيضمن حقه ان الزملاء يبقوا مضمين سوقهم نعم ومن قلصة الحقوق بتاعتهم كمال اللي ممكن تبقى موجودة ما انا دلوقتي لما اقعد في الشركة طبعا لقانون مرتب العمل حما عادي خمس سنوات فانا لازم اكون عارفا من الحقي ان انا دي متفئس نهاية خدمة من الشركة دي بتحسب رسمي طبعا للقانون على حتب معلوماتها ان هو شهرين من اجمالي المرتب بتاعي عن كل سنة قضيتها في الشركة لكن اولا في نفس كتير ما تعرفش الكلام ده ثانيا اه ان عشان نفطط هذا الكلام ويضا من حق حضرتك ان انت اطبال الدين ان لازم يكون صاحب العمل مؤمن على حضرتك اكمال المددين نعم ويوجد مشكلة كبيرة جدا صحيح زي ما من حق صاحب العمل ان هو يحط فترة او فترة تحت الاختبار كما بنقول عشان يقيم فيها الرجل ده هيكمل معايا وهيتدني نعم من حقي انا كمان ان بعد ما اتخطط فترة الاختبار ان انا يتم تأمين علي مش هقولك حتى بانضر ربيع عناصرات شهور لكن مجرد من خلاص قال ان انا معاه يرجع التأمين علي عشان اعرفاته حقوقي بعد كده وانا هتلاقي حضرتك فيه كثير ما يطلق عليه الشركات الاجوية في مصر الا انها في حياتها عبارة عن مكاتب علمية وده مش عيد لكن لازم يتم التأمين وده هيرجعنا تاني للقانون ان الناس تتابع الزام الشركات والمكاتب العلمية سواء في المدال بتاعنا او في غيره ان يكون فيه اشراف وتدقيق في الاشراف ده هل كل الناس اللي موجودة مؤمن عليها ولا لا الموضوع كبير جدا ينفي حاجات كتير يعني محتاجين ان احنا نتكلم عنها يمكن انا بس علشان احنا ان شاء الله بيزدل لها دكتور احمد بس انا مش عاوز اقطعك ولكن احنا عاوزين نقوله في جود دكتور اسلام ايوب ودكتور عبد الرحمن وهم ضيوفنا العزاء ان دي بداية بس لسلسلة حلقات قادمة بالتعاون مع الاربسولوجي نفتح ملف في الموضوع كله سواء بالمشاكل بالفساد وبالايجابيات برضو لو في حاجات كويسة فيه وانا يمكن عشان معرفت بس من الزمل اللي هم المسؤولين عن الاربسولوجي ومش عاوز اقرب بره موضوع الحلقة لكن انا ليه بس كومنت بطيف كده ومش هنبقى وقت الحلقة فيه الاربسولوجي من المنابر المحترمة اللي انا دايما بسمعها وبشوف كتاباتها والحاجات الموجودة فيها وبخدها بعيد الاعتبار وانا يعني مشترك فيها موجود بشوف ايدي بيجرى فيها لكن ليه عليهم عجاب طغير ومصحيح بيدقاءوا على قد ما بيقدروا نعم جاي عاوزين نوباكير جاي ما احنا بنطالب بحقونا من اصحاب العمل وهم بيقضع لحقوقهم عاوزون في الاربسولوجي وغيرهم المناجر اللي بتفارض وانا احنا احنا اكثر من كده وندي فرصة بقى اجيب اصحاب التركات اللي بنتم تمام من خلالي ومن خلالي الزمل انهم يقولون انهم بيأثروا معاينة بحاجات كعينة اجيبوا يردوا ولو مردك افتعيتها الخلال في الموضوع تمام دكتور احمد شكرا جدا لمدخرتك الهاتفية وانت في لقاء اكيد في سلسلة حلقاتنا عن مهنة الدعاية الطبية اللي احنا ان شاء الله بازل الله هنتمحها في الفترة القادمة في حوار هاتف شكرا جزيلا لك دكتور احمد سعيد المدير باحدة شركات الادوية ونروح بقى للدكتور اسلام عاوزين نقول ايه والناس بتقول عاوزين حقوق ايه وينجدوا بايه وتنصحهم بايه بسهو عامتا كل فترة كده كانت مجموعة من الناس بتقول احنا عايزين نعمل نقابة ويلموا نفسهم كلها محاولات مبتصرة كده ما بتكملش ما بتكملش ولا ما فيش انا مش هكلم على الدعاية والبيع انا هكلم على الدعاية طبية خلينا نتكلم على سكوبل انا على الدعاية طبية احنا عندنا حاجة اسمها نقابات اتحاد النقابات المهنة الطبية طب احنا ليه منا فينه هنا بقى ما نعمل لجنة تتابع هزا الموضوع تركز في هزا الموضوع احنا ش هنعمل نقابة كبيرة بقى او حاجة جديدة وبتعالى لغاية ما يحصل هزا وده طبعا امنية احنا يكون فين قابة بتدفع عننا بتعمل لنا مستقبل بتعمل لنا صندوق تكافل بتعمل لنا كل ده ماشي اه بنشهد الحكومة بقى يعني نتكي على مكتب العمل شوية يروح يبص بتاع التأمينات يروح يتأكد بان دي انا انا شايف انها يعني اساسيات يا جماعة احنا منتكلم مش 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 طالبين حاجة صعبة وبرضو يعني عشان اكون فير زي ما الدكتور احمد قال في بعض الحالات بتقني من المندوق على الشركة اه مش هنقول لا اه اه بس دي حالات برضو خلينا اه 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 خلينا حالات برضو استثنائية في استثنائية هنا وفي استثنائية وفي استثنائية هنا بس المجمل بس المجمل ان في حقوق مهدرة للعامل الحل طب من مشيها بطريقة اسهل حقي وحقك برافاريك هي حقوق واجبات على الجميع يعني انا حق الشركة اه لما الشركة مثلا صغيرة بتتعرض لحاجة زي بتاعت الكورونا ولا ازمة الاقتصادية بتاعت الفين ولا 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 محظورة هنقولك اه لكن لما تبقى شركة كبيرة نشوفيها مندوب شغال طب لي صح يعني مش فهين ما دكتور عبد الرحمن لا هو الحقيقة بس انا هنوه سريعا برضو ومن كلام دكتور اسهل ومن كلام دكتور احمد المداخلة فكرة الايجابيات الانطلاق من حقوق واجبات الاطراف فبالتالي بيظهر ايجابيات وسلبيات من الاطراف يعني الحقيقة احنا في ريبسوليج برضو بنراعي ده بشكل جاك جدا احنا بمنصددش الدوق على السلبيات وفقط بالايجابيات اعزو لك مثال سريع في ازمة كورونا يمكن شهر ثلاثة وشهر اربعة احنا عملنا حملة ومبادرة اسمها تحدي شركات الادوية نشدنا شركات الادوية انه هما يساهموا بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع انه هما يساهموا بالسامبلز يساهموا بنزولهم للشارع يساهموا بتبرعات بفلوس عينية واتيفر هما ممكن يساهموا بي واعلننا عن كل مبادرة ممكن تشارك بها الشركات دي كل شركة بتواصل معانا وتقولون ان احنا عملنا كده على طول بنعلن عنها لان احنا مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نسلط الضوء على الايجابيات عشان او الشركات التانية تتعلي منها بس خلينا صراحة الشركات اللي هي السلبية وزي ما انت قلت في تعبير لها البير السلم هو دول اللي احنا نتكلم عنهم احنا عارفين ان في بعض الشركات الوطنية الكويسة اقول مالت نشد خلاص عايز اقولك للأسف حتى العدوب بعض السلبيات مش عايزين نتكلم عليها رغم ان احنا كنا بنحاول ان احنا نسلط الضوء على الايجابيات لكن لقينا ان التفاعل من الشركات قليل جدا ان هذا اللي صدمنا يعني احنا جايين وبنقول يا جماعة انا جاي اصلط الضوء على الايجابيات منكم انتم انتم الذات تقولوا لنا اسلطتوا الضوء على ايجابيات مش عايز لا مش عايز أشار مش عايز وده للأسف صدمنا جميع الشركات اللي هي بتبعد عن الميديا وبتبعد عن اعلام وبتبعد عن المبادرات مش عارف لم يقف بضبط انا لما بقولك أريدك الفرصة اتفضل يعني انعلي الايجابيات بتاعتك لا أنا هرجع خطوة ومش هعمل إيجابيات أنت خايف من إيه؟ مسئلتك المجتمعية أصلاً وأنت خايف لأنك أنت أصلاً بتضر الناس اللي جوه يبقى هتعمل إزاي أصلاً هتنفع الناس اللي برا وإنت أصلاً بتضر الناس اللي جوه فهم قصدي؟ فده اللي تمام اللي بيحصل رجوعاً للنقطة الجوهرية أو السؤال اللي حياك سألت الدكتور إسلام إحنا محتاجين إيه؟ إحنا بقى لده اللي احنا عاوزينه محتاجين إيه وننطلق بسلسلة الحلقات في الفترة القادمة إن شاء الله أصل المشكلة زي ما بدأ دكتور إسلام إنه المندوب اللي هو العاملين بالقطاع دعاية الضبية والشركات متمثلة في مجالس الإدارة والإطباء كل دول استيك هولدرز أو أطراف المعادلة في المهنة ما فيش كود في إثيكس أو مثق شرف المهنة مثق شرف المهنة يرسم مبادئ العمل ما بين كل الأطراف يحفظ حقوق وواجبات كل الأطراف كل الأطراف عليهم حقوق وكل الأطراف عليهم واجبات إحنا الحقيقة في ريبسولوجي على مدار السنوات اللي فاتت حاولنا بكل جهد إنه نأسس لكيان أو لإنتيتي أو whatever اللي إحنا ممكن نقدر نوصله علشان نحط المتق الشرف ده تواصلت أنا شخصيا مع مديري بعض الشركات الكبرى وقعدت معاهم عايزة أقولك حطينه في السعودية وحطينه في المرات وشغالين بي تواصلنا مع شركات كتير وشركات كتير عندها النية لكن في الآخر خالص بنصطدم بإنه في إحباط عندهم من تنفيذ الفكرة من التنفيذ دكتور إسلام أخيرا نصحتك إيه للعمرين في شركات الأدوية وأنت مدرب وخبير للتدريب أنا عايزة أركز في حتى معينة إنه نحن شركة الأدوية دي نجب نحط رفسنا مكان حبارته ما هو الراجل عايز يكسب وعايز يشتغل نجي والفكرة اللي ماشي لومين دول إنها شغلانة مؤقتة وشوية وحتى هنعيلا أقولي مع السلامة وكلام ده كله طيب هو دايما بسأل السؤال أنت لسه مقتنع أن الشركات الأدوية دي هتاخدك وتقعدك معها لغاية سن الستين بتبقى سازك بسرحة لا يبقى تمام توعية من الدكتور إسلام لازم تعرف الكرير الموازي الشركة أو الشغلانة دي لها عمر فتراتي نعم أنت نفسك بعد عشر سنين خمستاشر سنة مش هيبقى فيك نفس تشتغل بتبقى سازك أصلا فلازم يبقى أنت لك وانت بطير كرير موازي بقى حضر له من المهارة وده هنتكلم فيه إن شاء الله في بعض الوقت الأخرى دكتور عبد الحمان في أي تعقيد لا الحقيقة إحنا فعلا زي ما بقول لحركة بالناشر كل الشركات كل المعانيين بالمهنة الدعاية الطبية إن هم يساعدوننا في وصلوا معنا عشان إحنا عندنا النية الجادة لتنفيذ فعلا كان يضم جميع أبناء المهنة العاملين فيها أنا بشكركم جدا الوقت أسعافنا وزي ما قلنا الموضوع مش سهل أعزائنا المشاهدين الموضوع كبير وعاوز كثير من حلقات نتكلم فيها ومنشدات ومطالبات لأنه موضوع يسع الكثيرين من العاملين مش قطاع معين بعينه أنا سعيد جدا كان بشرفني النهاردة على الهواب وشرف حوار هادف الدكتور إسلام أيوب الخبير في التدريب العاملين بشركات الأدوية شرفتنا جدا ونورتنا أيضا الشكر جدا للدكتور عبد الرحمن محمد باز المؤسس لموقع ريبسولوجي على الفيسبوك وعلى السوشال ميديا وأيضا هو المدير التسويقي طبي لأحدى شركات الأدوية أنا شرفت بك جدا شكرا جزيلا إن شاء الله نسعد بك مرة أخرى إن شاء الله أيضا الشكر موصول لكم عزائنا المشاهدين لمتابعتنا في حوار هادف حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل قضايا العاملين في الدعاية الطبية كثيرة مشاكلهم وهمومهم أيضا وحقوقهم المهدورة أرجو المناشدة للحكومة المصرية وإلى مكتب العمل والضرائب والتأمينات ثلاث حاجات هم التفتيش على الشركات اللي طلع في البخت جديد التفتيش على الشركات اللي كل واحد يخذ له صنفين وجايب الناس تشتغل معاه التفتيش على المستوردين للكوزموتيك التفتيش على الناس اللي ما تدفعش حتى ضرائب للبلد مش للموظفين ونشكر كل شركة وطنية بعض الشركات المصرية الوطنية الحقيقية اللي لهم مصانع ويعترفون بمكتب العمل ومحترمين فعلا كانوا على قدر المسئولية حتى في وقت كورونا بيعطاهم المرتبات والناس قعدة في بيوتهم بيعملوا الميتنج بزوم ولا نشكر الناس اللي ما قفتش جنب الناس وعمل الداون سايز وعمل فصل تعسفي للناس اللي شغالين معهم وناسة المكاسب اللي حققوها قبل ذلك الموضوع مطروح للنقاش وأيضا تابعونا على صفحتنا بكثير من الأسئلة لطرحها في الأيام المقبلة الجمعة القادمة مع دنا وحلقاتنا إن شاء الله أمسية في الاحتفال بمولد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كل عام ومشاهدين الكرام بألف خير وصحة وسعادة إلى اللقاء